تقول اختطاف سفين العدو قبل حوثين على متنها طيب مثل هكذا أحداث هل نبدي نحن ألسلنا فرحاً ونشر الخبر أنتوا لو فعلتم ذلك تكونون خائنين لله والرسول لأنك لو فعلتم ذلك تقررون بالحوثي الذي يقول بتلويس فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول بكفر أبي بكر وعمر وهذه المسألة لا تبعد على أن تكون تمثيلية حفلة يعني معمولة من أجل ترويج لهؤلاء الخبثاء وكل من قابل الحوثي أو الرافضي الخبيث العراقي أو حزب اللات فهذا رجل أحد الرجلين رجل جاهل بديني لابد أن يعلم أو رجل يعلم أن هؤلاء القوم يلوثون فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بأن عائشة فعلت الفحشة ويقولون بأن بكر كافر وعمر كافر وهو يرتضب كدائب هو مثلهم ولو حماس بأسرها ارتضت بالحوثيين على عقيدته ما دي في هذا الباب وانتشرت وقالت هؤلاء يعددوننا فهم مثلهم فهم مثلهم المسألة الآن ليست بالهينة في هذا الباب المسألة فارقة الآن فاصلة فاصلة ارجعوا خلوا علماءكم يطلعونا يتكلموا في هذا الباب والحوثي الخبيث يلوث فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن عائشة رضي الله عنه وارضاه وايضا الرفيد الخبيث حزب الله الذي سبق أبا بكر وعمر علنا والخطاب موجود في النت وسبق عائشة علنا وايضا الخبيث العراقي الاخر صاحب مقبرة الحسين وأن الحج إلى قبر الحسين بملايين الحجات في هذا الباب لنرى حتى نعرف فقا العقيدة الصحيحة لهؤلاء القوم هل يجاهدون عن عقيدة حقا أم لا هذا هو الأهم في هذا الباب ما حد يرتضي لذلك هذه تمثيلية معمولة ومعلومة الحوثي هذا لو كان بيختطف ما رحش اختطف يعني اختطف من 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 طحنوا أرضه ويعني قد قد كادوا يسلبونه وقوته ما عملش كده ليه كيف الطريق المنصل له أنه يختطف السفينة إسرائيلية وأمريكا بتحمي السفينة الإسرائيلية انتم أغرار ما زالت الأمة مستعبطة ما زالت دي هادي فاصلة الآن هادي فاصلة الآن هادي فاصلة هادي فاصلة ما فيه إلا ذلك هادي فاصلة الحوثيون يلوثون في رشل النبي صلى الله وأنتم تقولون نحن أهل السنة نفرح وننشو الخبر تنشو أي خبر هذا أي خبر هذا هذه تمثيلية معمولة متى متى نصر نصر الرافض أهل السنة متى متى أنتم ترون الكافر السوري الكافر النصيري العلوي وبيدك الإدلبيين هناك الإخوة الأفاضل أهل السنة في إدلب وطحن سوريا بأسرها في هذا الباب ما هادي ما هادي الأمة المستعبطة هذه ما هادي الأمة المستعبطة هذه ما هادي الأمة المستعبطة هذه يصخرون من السلفية هذه أشياء لأن السلفية بتظهر بتظهر كل ما هم في هذا أمر أمر محاك لتعلم ذلك أي حسيون هؤلاء أليس هؤلاء هم الذين الذين لوثوا فراش النبي أليس هؤلاء الذين تكلموا وكفروا أبو بكر وعمر أليس هؤلاء هم الذين يعادون الله ورسوله هذه مسألة عظيمة عظيمة جدا استعبطة الأمة بادي الطريقة لا يليق بأمة يعني أجدادها أبو بكر وعمر وعثمان وعليه لا يليق لا يليق بحال من الأحوال أنها بهذا تستعبط بهذه الطريقة